سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً لم تبلغه منذ سنة 2008 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو حيث بلغ سعر النفط الجزائري منذ يومين 136. ولكن تراجع سعر النفط الجزائري وانخفضت أسعاره على مدار يومين متتاليين حيث بلغ سعره يوم أمس 118 دولار ليواصل صحاري بلاند تراجعه اليوم ليبلغ 116.17 دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر